رايت ماركتنج تقدم النجم أحمد عز في مصباح علاء الدين شو بيك لو بيك الجن بك بك ساعده ومدلق دينك ساعدك فيه وانا اللي جوه مصباح علاء الدين مصباح علاء الدين بطولة نور صلاح عبدالله هالة فاخر حسن مصطفى ميني جمال وانا يعني محلمشي بك بابوزنيت محشي مش عايز اسمع كلمة ما معكش ما يلزمكش وانا يعني ما نزيش اتجوز وقب وعيش واركب عربي يزير وفي السي ما سيباشيش مصباح علاء الدين تأليف محمود البزاوي اغاني رشال بنة الحان هانل نبيل توزيع خالد نبيل انتاج رايت ماركتنج مصباح علاء الدين اخراج عبد المقصود محمد انتو طبعا خبرة في علوم التخفي والتصنط واجهزة الامان يا فاندم بكل لوازمها ومجتملتها ها وبتقترح ايه حضرتك من وقع خبرتك افص زجاجي افص ازاز علشان ايه افص الازاز ده عشان السيد مصباح بس على شرط هيقيم فيه بعيد عن الدوشة والضجيج وقطر السياح واكله وشربه يدخله بموعيد محددة ويتم كشف دورة عليه من نبض لدقة قلب من شعر راسه لصوابع رجليه وكل ده علشان ايه لمتابعة طبيعته الجسدية والعقلية والزهنية وده طبعا للحفاظ على نوعه يا سيادة رئيس الوزارة تفضل الاختراح اللي بيقوله زميل الخبير ده يشعر الهدف انتو عملتوه هدف كمان اه يعني يحسس الهدف بعدم الامان وقيد له حريته وخنقه واهانة لانسانيته وادميته لا 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 صبحت ماسمح لكش يا زميل انا ماسمح لكش ابدا تسفه من فكرتي لا لا يا ابدا يا فندم انا مش بسفه منها بس مش مقتنع بيها واجب علي تغيرها نغيرها ايه فكرتك انتا شوف بقى يا فندم جزيرة كبيرة كده في البحر وما اكتر البحر عندنا والجزيرة دي بقى ايه نقجرها نقجرها ونصورها ونصورها نصورها بالحديد ويقف حواليها عدد كده يعني لا بأس به من حرس الحدود وتبقى بقى الجزيرة دي محمية طبيعية تمام يا فندم ايه الاخبار تمني الاخبار يا باشا للأسف ما تصرش طيب قول ما تقلقش دول مش أغراب دو الخبرة كنت جايبهم ومجتمع بيهم علشان نفس الأسباب ما عادش فيه لزوم للخبرة ولا عادت فيه أسباب يا فندم خلاص يا باشا اتقفل الباب باب ايه اللي اتقفل اتقفلت في وشك طاقة انا بقى بالطريقة دي ما استندهاش وطالما جيت علشان شغل يبقى لازم أشتغل ده بدل ما تسمع كلامي واللي من واقع خبرتي عاوز تقول ايه اخلاص اختراحي بقى يا فندم الأخير تنقل مصباح فورا للجزيرة وما يكونش لوحده تكون معاه ولفته يعني زوجته علشان كده يخلفوننا عيال كتير ويحسنوا السلالة اتفضل يا صابت انت روح هاتلي مصباح مصباح خلاص يا فندم كل شيء راح لحاله يعني ايه مصباح ذات نفسه راح راح يا بعوف يا بعوف واسحى صفق اللي حصل يا ابا صفق سلامت الشوف يا عويل انت مش شايفني مخمود ونيم هبقى شفت ازاي يا ابن ابوك بالزأزو يا ابا مالو اتهد ايه اتهدت اتهد يعني 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 واع 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 من امتى يا عويل وما نكاشتش في الرطش ليه سايبوا المين وجايت صاحيني ليه ايه اخ سيابا يعني عاجبك اللي حصل ومسمى غير البيت وهيهمني ايه تاني ومصباح كان فين ساعة واع البيت كان جوه البيت يا حناوة هناية يا حظ اللي كان متعان هو البيت على كده بقى وقع عليه اه وقع عليه وقلبوا الدنيا عليه محدش عارف يعتر عليه يعني حيكون حصل ايه جن الفانوس مثلا خطفوا طربي لا يا ابا طربي فين باش بقولك البيت وقع عليه والناس وأهل الخان دوروا عليه ولا عرفوش اعتروا عليه اه فرحة كعوف يا سعدك كعوف هروح انا دور عليه وارسم على وشي علامات حزينة ودبعتين وانكش انكش عليه هتنكش على مصباح يا ابا مصباح مين يا عويل مال انا هنكش على الفانوس مصباح علاء الدين مصباح علاء الدين اهل اللي رجعنا تاني الخان وايه بس اللي حننه عالدكان ورجعنا له البيت انا مش عاوزك تعملي في نفسك كده يا خالعوايت هم اللي عمل ايه يا سواني اعمل ايه ومش معقول يا خالتي هيكون راح فين بس يعني احنا فحاتنا تحت البيت يمكن يكون فركني هنا ولا هنا ومغمع ليه يا ستار ياريت كلامك يكون صحيح يا عبدو وربنا ينفخ في صورته ويرد خلاص ما عاد ليش ولا واد ولا بيت وبقيت في الدنيا جي غريبة ووحيدة يا سبيدي ما تقوليش كده يا خالتي هاوزان اقول اه يا مراتبني اللي ملحكتش افرح بيه ادعيله ادعيله يرجع اشوفه وتشوفيه ونتطمن عليه يا رب خلاص انا ما عاد ليش عيش هنا وهجع بلدنا تاني وربنا يصبرني على ما بلاني تمشي زي عوائد هو كان اللي بيننا ياختي واللي ربيتنا حبل سايب البيت بيتك ياختي وازبدة بنتك زي ما هي بنتي تعيشي ياختي يا ترى انت فين يا ابني يا مصباح مصباح مين مين اللي بيندي عليا من فوق انا جدك الكبير زأزوق بص جنبك هتلاقي ان انا مش فوق ومعف على حيلك يا مصباح وفوق هو هي اللي حصل بس يا جد البيت كان قايل السقوط وصق مواصم ابني من زمن جدك الكبير برقوط او احنا فين دلوقت يا جد احنا ابني في الدكان عندي وايه بس يا جد اللي هنا جاب ماني كنت فوق في البيت يا جد ولما هو البيت وجع ازاي انا جت هنا الدكان اديني يا جد امارة او علامة كان فيه ممر قديم مقفول لا جاي من فوق لتحت في الدكان ولما البيت وقع بان الممر ام عوايت فيه امك عوايت بخير وانت كمان يا مصباح بخير عاوزك تتطمن خالص وامك عندي زبيدة وامها عديلة يا سلام والله وطلعت اصيلة يا بيتي يا زبيد وهي لو ما كانتش اصيلة كنت من اسلح اجاوزها لك انا يا عطشان يا جدي واعاوز حد من هنا يخرجني من نفس الممر حتخرج وقدام الدكان حتلاقي نفسك امشي يا مصباح بس اوصيك يا مصباح مضبوسش وانت طالع تحتك خليك باصس لفوق ايه اللي خبط في يدي ده ده صندوق صندوق ايه ده يا جدي افتاحه يا مصباح وانت تعرف ايه اللي فيه يا ابنبني برضو مش فاهم يا جدي ايه ده اللي في يدي ده الفانوس يا مصباح السحري الفانوس السحري جرب كده تفتحه طب يعني واني لو فتحته ايه اللي هيحصل يا جدي بس افتحه يا ابنبني طي وديني فتحته يا ستر يا رب ايه الدخان ده يا جدي ده يبقى دخان الجني اه يعني ده يا جدي اه يبقى يبقى بجد الفانوس السحري هو يا ابن ياه々 ياهِ هاهex ياهر示 شوباكم لبيوك بك بك بين أيديك تطلب إيه يا ابن علاء الدين أنا كل ما أنا عاوزه دلوقتي ومش بطلب منك, يعني أنا بطلب من ربي يعني عاوز أخرج من هنا وشوف بعيوني أنه ربي هنا عن اذنك يا سيدي مصباح رايح فين يا باك باك ثانية واحدة يا سيدي مصباح اعرف انا في انهي دنيا يا اهلي خرج يا زو يا اهلي خرج يا زو مصباح لجع مصباح لجع الحمد لله على السلامة يا سي مصباح الله يسلمك يا نوح ما تعرفش ألاجم مع وايد فين عند شبيض امراتك وقتي يا ابني الجنية ده طلع هو زات نفسه الجن يقع عليه البيت ويندفن تحتي وهق فجأة قدامي ألاقيه يا خبتي مصباح علاء الدين مصباح علاء الدين يا اما عوايد يا خالي عوايد يا خالي عوايد جنية عبدو بالراحة شوية خالتك عوايد نايمة 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 هيه بس يا زبيدة صحيحة ها صحيحة ليه مصباح رجع مصباح رجع هو فان ابني وهيكون جراله حاجة طم مني انت شفته يا عبدو طب جراله ايه زي الفل وزي ما قلتلكم تمام مصباح كان مغم عليه ايوة كده زغراته افراحه افراح يا زبيدة اشوفه يا أما أما عوايد ابني ده نايمة زبيدة خالتي عديدة حمد الله ع السلامة وإن لي معده يا مصباح ايوة اللي في يدي ده ايوة ده ايوة ده ده الفانوس السحري يا زبيدة ايوة ده الفانوس السحري وحتعمل به ايه يا ابني لما الجن بتاع الفانوس ياجي جن الفانوس باكباك قال لي ثانية ورجع لي مرة ثانية مصباح انت كويس يا مصباح انا اللي اسألكم انتوا اللي شايفيني انتوا شايفين في يدي ايوة فانوس يبقى هو ده الفانوس السحري وباكباك يبقى الخادم بتاع الفانوس او جن الفانوس بتندالي يا سيني اعلن يا باكباك مالك يا بجبك أنا أنا أستغذيتك ثانية علشان أشوف نفسي في أنهي دنيا ها وشفت وعرفت يا عالي يا سيدي في صباح ملقيت شغل الزمن ده اللي تحضرني فيه وماله يا بجبك الزمن ده لا لا يا سيدي في صباح مانيش أنا في الكلام ده والناس كتير ودوشة أكتر مقدرتش هستحمل أو حتى أفكر لو قعدت في الزمن ده أكتر من دقيقتين ممكن ما يبقى ليش أي لازمة سيدي في صباح يا عم أنت هتاكلني ولا أمورني اسرفنا بوسيدك من الزمن ده اسرفني يا مصباح مش عادر يا مصباح اسرفني إه اللي بقيلك ب Kommصباح أنا مش بقيل غير شغل يدي بس الناس تصدق إن زمن الفوانيس انتهى ورا liberals كنتم معا مصباح حلاء دي وفي ليلة نمنحوس هيبدل حالك تصبح بلدام يا عالم فوصح ده كل كلام أوهام وما فيش فوانس ولا جن ده فاتي واي كلام يا عالم فوصح ده كل كلام أوهام وما فيش فوانس ولا جن ده فاتي واي كلام ده فاتي واي كلام شارك بالتمثيل سيد الشرويدي سيد الرومي يوسف عبيد جلال الهجرسي عادي الخلف مصطفى علاء الدين ومراد فكري صاد التسجيل والمنتاج ستيديوهات رايت ماركتنج هندسة صوتية موهاب مروان مساعد انتاج محمود حسين منتج فني يوسف الشربيني اشراف فني رشال بنا انتاج رايت ماركتنج مصباح حلاء الدين تأليف محمود البزاوي اخراج عبد المقصود محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة